أم أحمد تقول هناك ولد خلوق وبار بوالديه مقتدر ماليا إذا تقدم للزواج يعني واشترط عليه أهل البنت أن يصلي احتمال أنه يترك الصلاة بعد ذلك يعني ما حكم ذلك أم أحمد بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه و خلوقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فثنة في الأرض و فساد عريض الولد هذا وجد فيه صفة الخلق لكن ما وجد فيه صفة الدين لأن الصلاة من الإيمان ولذلك الصلاة أهم من الصدق وأهم من بر الوالدين وأهم من الإنفاق على الوالدين الصلاة أعظم ركم من أركان الإسلام بعد الشهادتي ولذلك أخلاق له هذه الأخلاق قد تكون مصلحية قد تكون أخلاق لأجل منفعة ولأجل كذا لكن أهم شيء الصلاة أختي الفاضلة بعد توحيد الله عز وجل فلذلك هذا الرجل لا يزوج يعني لا يجوز لوالد زوجه و ليه أمر يتقدم لشاب ما يصلي يقول يمكن بعدين يصلي كيف يزوج بنته لشخص ما يصلي كيف يزوج بنته لشخص فاقد لدينه لأن اللي يصلي فاقد لدينه يقول الله عز وجل و ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم صلاتكم والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصلاة قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر و قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة والله رسائل كثيرة تأتين من زوجات مسكينات خدعنا بأزواج قيل بأنه سيصلي أو دخل عليهم و قال بأنه يصلي وتعاني معاناة شديدة امرأة مصلية مسمية طيبة من نهر القرآن ابتلية بزوج ما يصلي و هذه مسؤولية ولي الأمر هو ليسأل و يبحث و لذلك لا يجوز لأب أنه يقبل شخص لابنته ما يصلي و حتى لو قال والله أنا بعدين أصلي و شيء يضمن النفوس تتغير بعد الزواج أنتوا بتشوفون الآن لما يأتي يخطب يضع الشمس في يد العروس اليمنى و القمر في يسارها و بعدين على ما قال تتغير الأمور تتغير الأمور و لذلك اخت الفاضلة ما يجوز ما يجوز قضية أنه فيه ناس من غير المسلمين عندهم صدق و أخلاق و ينفقون و عندهم حياة و عندهم كلاة هل هذا نافعهم ما ينفعهم و لذلك أهم شيء أنه يصلي موسيقى